النادي الاهلي يا كابتن صباح الفلة على حضرتك ومليون مبروك طبعا خير على حضرتك اهلا بيك فان طبعا سكور يعني لازم نقف عنده شوية لان احنا بنتكلم على دابل سكور وبنتكلم على خصم وند كالعادة قوي يعني دايما لما بيتقال الاهلي لازم يتقال الزمالك والعكس صحيح فكيف جرت هذه المباراة في رأيي حضركم من وجهة نظر حضرتك لا احنا مستعدين لمباراة وهي الساويب محضرين انا اتفرجنا على مصرات كتب اليوم اه اذا كان فيديو او موافر ملعب نفسه يعني بيلعب مفرقة نفسه فعالفين انه كل نقطة البعث والكم عبدهم احنا في رايتنا الحمد لله فرقة مميزة السنيني عمليم فرقة تيم كويس وانت عارف لده اهلي زمالك فالفوكس او التركيز على الجيم دوت انه يطلع بالشكل ده كان مهم جدا اه خاصة من جماهيرنا اه الحمد لله رب العالمين من بداية الجيم كنا موفقين جدا احنا عمليه اه ضغط عالي اوه على ثلاث الزمالك وفقنا ان احنا نبدأ ننصل بالمذكور ل33 زيرو فالجيم فتح من اول الجيم خلاص قدام صايتنا عليه وفقدرنا نشارك الدماشر العيد على مدار الجيم من نظرا للاجهات والمصابات والكلمة اه الفريق ده تدفق توفيل من عند ربنا الحمد لله ويا رب دايما موفقين كابتن خيري برضو يعني الحقيقة دايما لما بنتكلم عن الفريق الاول لكرة السلة سيدات في النادي الاهلي دايما الكلام بيكون مقترن بكتير من الانجازات يعني نادرا ما بنتكلم عنهم غير بموجب انجاز ما حققوا الفريق فايه اللي بيدي للفريق الاول لكرة السلة سيدات في النادي الاهلي الخصوصية دي والتفرد ده اه والله يا سيد كريم انا السنة اللي من اول ما انسكت اخر شهرين سنة الموسيقى الماضي اه واحنا بنعمل بنحضر للموسيقى الجديد مع صفقات جديدة عاملين تارجت للولاد انا تربط عليه في النادي وانا ماسك فرقة للرجال اه ان احنا ما بنعرفش حاجة اسمها مركز تاني احنا عندنا بنبني تين وفيش حاجة اسمها فرقة النجم الواحد اه احنا النادي الاهلي احنا هو هكذا ربنا قرمنا السنة دي من بداية الموسيقى المنافس ليك سبورتك لو اكسبنا السنة اللي فاتت او محقق اكثر البطوات السنة اللي فاتت قدرنا نكسبه في دورة المرتبط فرق 30 بمت في الفاينال اخدنا منطقة القاهرة يعني اخدنا دورة المرتبط واخدنا المنطقة واخدنا قاسة سوبر قبل الاحداث الاخيرة في مصر الرجال فالحمد لله رب العالمين انا عاملين تارجت للولادة السنة دي انا حتى باعد دايما اقوله في التلفزيون واخلي العيبة تقوله ان انا عايزين نكسب الخمس بطولات السنة دي بتون عزينا فاتقول انت حاضي تارجت التارجت ده حتى لو ما تحققش اتقربت منه نزل السنة دي طبع كما هي اعادة النادي الاهلي انا هوانا طبع اي بطولة بنشارك فيها لازم ناخدها يا بي اما مرهاش لازم انا ده تارجت انا جارس في الولاد اه اه عندي لصابات ما عنديش لصابات انا انا عندي هدف احنا من حد الوقت الحمد لله رب العالمين لقدنا تلاتة كسبنا التلاتة احنا دولاتي في الدور السوبر اه ان شاء الله ماشين كويس فضل الله مخصرناش جيل وان شاء الله نكمل كده يعني انا انا وعنى النادي والولاد وعدي ان احنا على قد ما ما نقدر احنا نبقى فقط يعني مركزين في كل المشيطات ان احنا ما نخصرش حاجة السنين طيب خلينا نختم مع حضرتك بردو كابتن طارق ونسألك هل في اي يعني صعوبات هل في اي مشاكل هل في اي حاجات انتم محتاجينها نواقص مثلا ولا دلوقتي ندر نقول ان كل حاجة مكتملة ويبقى ان شاء الله التوفيق في المباريات القادمة خلينا نسمع من حضرتك ونتطمن بردو نعم صد لله كل حاجة مكتملة بس 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 ربنا بس المباريات ربنا يعمل عندنا لصابات اي اكتر حاجة فيها مشكلة بتقابل اي فرقة صحيح عشان كده عشان كده بنعمل تيم يعني انا عندي سوريا نجدة مصر كل بطة مصر لو لا قدر لابت صابت مش عايز يبقى عندي ازمة فدايما بحضر اللي بقى عدود صح صح اه فهنا بس لصابات انما الحمد لله كل حاجة مكتملة اي مادة مكتملة كل حاجة مختلفة محترفة غير ماجبنا واحدة في نفس الوقت يعني ما عندناش ازمة الحمد لله رب العالمين استثناء للأذكات الله طبعا نقطة مهمة جدا ونتمنى كمان على كل يعني على اصعادة كل الرياضات المختلفة مش بس كرة السلة نتمنى ذلك باذن الله توفيق لنادي الاهلي وعشرين تاو عشرين وشاحل حتى الان يعني نتمنى ان شاء الله انها تكمل بعد شك كابتن طارق خيري المدير الفاني للفريء الاول لكرة السلة سيدات بن ندي قالي منشكرك جدا الفندم على هذه المدخلة